تستمر قوات الاحتلال في عرقلة المساعدات الإغاثية التي تعمل مصر على تجهيزها ودخولها ضمن نهج قوات الاحتلال لتعزيز حالة الجوع والتهجير بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وما زالت المجهودة المصرية تتواصل للإدخال مئات الشحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية في محاولة لتخفيف ويلة الحرب عن كهل الأشقاء في قطاع غزة المزيد يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبة رفح المصرية ننقل لكم الصورة ما زالت قوات الاحتلال تمنع وتعرقل بخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة كما هي هذه الشاحنة التي مرت من خلفي هذه الشاحنة كانت محملة بيئة المواد والمستلزمات الطبية التي تأتي من الأمم المتحدة التي تدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية متجهة لمعبر كرم أبو سالم تدخل من بوابة معبر رفح ثم تذهب إلى كرم أبو سالم لكن قوات الاحتلال تمنع دخول هذه المستلزمات الطبية بالطبع هذا جزء من الإجراءات المختلفة التي تنتهج قوات الاحتلال من أجل زيادة حجم المجاعة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وهذا ما قد أعلنت عنه الأونروا منذ أيام قليلة وإلى أن قطاع غزة بالكامل أصبح على أبواب المجاعة ليس هذا وحسب ولكن قوات الاحتلال أيضا بالأمس أصدرت تشريع خاص بمنع الأونروا من مزاولة نشاطاتها على الإطلاق وهو أيضا ضمن عرقلة جهود الأمم المتحدة في إصالة المساعدات الإنسانية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة أو في شامل فلسطين المحتلة اليوم دخل عبر بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم تسعة وأربعين شاحنة محملة بيئة المساعدات الإنسانية المختلفة بالإضافة لأربع شاحنات من الغاز بالطبع الشاحنات المعظمها يتم رفضها مثل ما شاهدنا منذ ثوان قليلة ولكن هناك بعض الشاحنات ما زالت هناك متواجدة في معبر كرم أبو سالم في انتظار أن يتم تفريغها في الناحية الأخرى لتعود مرة أخرى إلى الأراضي المصرية هذه الصورة من أمام بوابة معبر رفح والآن أعود عليكم مرة أخرى